بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين النهاردة أكلمكم عن التناول من الإنجيل يعني كيف يتكلم الإنجيل عن سر التناول مش بس من وجهة دفاعية من وجهة حياتية كمان لأنك لما تعرف الباكجراوند الكتابي يعني الآيات اللي خدمت سر التناول وانت بتتناول هيفرق معك كتير فدي دراسة كده يعني نتمنى تخلص في قعدة واحدة أولا نطلع أسر التناول من الإنجيل هل الإنجيل تكلمت على التناول الأربعة تكلموا عن التناول بداية كده ماتة ومرقص ولوء أو يوحن تكلموا عن التناول وأسهل نص حتى لو مش فاكر أرقام هو نص العشر رباني ماتة ومرقص ولوءة تكلموا عنه بالتفصيل يوحنة اتكلم بأكثر تفصيل ماتة مثلا يقول ايه فيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي عندي هنا سؤال ليه ولا واحد فيهم قال له يعني ايه ليه ولا واحد اعترد ما هو ده كلام شكله غريب بس كده عارفين ليه ولا واحد اعترد ولا واحد تساءل ازاي تدينا جسده لأن قبلها زي ما هيحكي لنا انجيل يوحنة قعد يشرح باستفادة يعني ايه هو نزل من السمه عشان يدينا جسده وان جسده خبز الحياة واللي ياكله هيعيش بيه واللي مش هيكله هيهلك واليهود اعتردوا قالوا طب يدينا جسده ازاي قال لهم انتو حرين لو ما اقتنعتوش هتهلكوا كتير منهم زاغوا ومشيوا قال لتلاميذه عجبكم الكلام قالوا له طبعا الى من نذهب وكلام الحياة الابدية عندك فلما جات الليلة اللي قال خدوا جسدي ما صدقوا لانه هو سبق وشرح الكلام ده قبل كده هنشوفها دلوقتي في انجيل يوحان بس اول يعني موضوع اعوز اشاور عليه ان التلاميذ لم يتعجبوا ولم يتساءلوا ليه لانه كانوا مستنين اللحظة دي كانوا قال لهم قبل كده هديكوا جسدي وجسدي هيتاكل وما كانوش فهمنها او ما كانوش مستوعبنها لغاية ما جاي في ليلة صليبه وامسك الخبز وبارك وقصر وقال هو ده كسدي كان رد فعلهم على طول ايه سرا امين وهو ده رد فعل الكنيسة لغاية دلوقتي النهاردة اكتر كلمة في القدس بالذات في الجزء الاخير تلاقي ايه امين 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 جسد مقدس ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن اله امين جسد ودم عمان ويل الهنا هذا بالحقيقة امين 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 اؤمن 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 شوفوا قد ايه الححم لان هو ده رد الفعل المطلوب رد الفعل ايه فرحانين جدا انه هيديني جسده هليجي بعد كده واحد يقول الانجيل ما تكلمش ولا ما قالش زي ما تكلمش ويجي واحد يقول ده كلام كده وكده كده وكده ازاي تم لو كده كده كان اعترضه واخذ الكأس وشكر واعطاهم اشربوا منها كلكم هذا هو دمي ما قالش رمز دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك الدم ده هيسفك هو نفس يسفك من اجل كثيرين بعدها بكم ساعة يسفك الدم لكن هو بقدرته الالهية يقدر يدينا بشكل معجزي سرائري دمه في اي وقت والتحول هنا برضو كخدام لازم تفهمه ليس تحول ظاهري بل تحول جوهري يعني الكلام الفلسفي ده ظاهري يعني تلاقي طعمه دم وشكله دم لكن هو مش تحول ظاهري هو يفضل شكله ابرك وطعمه ابرك لكن جوهري يعني ايه يعني فيه جوهره صار دم المسيح فيه ظاهره مازال محتفظ بايه بطبيعة الابرك الاربانة فيه ظاهرها لسه اربانة فيه جوهرها جسد المسيح فهمتوا الفكرة فالايمان هنا عشان ما واحد يقول لك يعني طب ما نعمل تحت الميكروسكوب ونشوف خلايا دم خلايا دم ده ايه احنا المسيح بيعمل معجزة وبيقول ده دم يبقى دمه ده جسد يبقى جسده ببساطة كده واحنا علينا نقول امين ونصدق يصفك من اجل كثيرين ويعطى لغفران الخطايا هو لو ما كانش دم حقيقي ينفع يصفك من اجل الناس هو لو ما كانش دم حقيقي يخفر خطايا ازاي نص مثلا من مرقص فيما هم يأكلون اخذ يسوع خبزا وبارك وكسر واعطاهم قلوا خذها كله هذا هو ده جسدي ثم اخذ الكأس وشرك واعطاه نص لوأة انا بوريكوا بس النصوص بسرعة الكأس ايضا بعد العشاء وهكذا لوأة ذكروا في مرة تاني بعد العشاء رباني بعد الايامة في نفس يوم الايامة حصل تناول امتى بقى؟ لما المسيح تمشى مع تلميزا عمواس فضل طول السكة يشرح لهم الانجيل زي نظام القريات كده زي قدس الموعوظين مش كده احنا في النص الاولاني من القدس ايه؟ بولس يقول وبوترس يقول يحنا يقول والداود يقول ونقعد نسمع بس كده؟ والنص التاني نستعد عشان نتناول ده اللي حصل مع تلميزا عمواس خدهم السكة كلها يشرح الانجيل وقلبهم عمال ايه؟ يسخن 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 بعدين اول ما دخل مسكه فيه عرفاه عند كسر الخبز ومن ساعتها الكلمة دي بقت هي اللي ايه؟ مستخدمة بعد كده في سفر الاعمال وفي الرسائل انما هيسموها كسر الخبز اللي ايه؟ لان المسيح كسر وكان له طريقة معينة لكن هل ده خبز طبيعي؟ لا طبعا بدليل بعد كده هنشوف يعني مش انا اللي هقول الانجيل اللي هيقول فهنا ناول هما حتى كلمة التناول جاية من الاية دي ناول هما فانفتحت اعينهم يبقى سير زي ما تفتحت عينين بولس بالمعمودية تتفتح عينين دول بالتناول وعرفاهو ثم اختفى اختفى ليه؟ لان فعلا المسيح بيستخبى فينا بالتناول يعني يبقى جوه الصينية وجوه الكاس وبعدين الصينية فضيت والكاس فضي طب وما ربنا فين دلوقتي؟ جوهنا سكن فينا اكلناه وشربناه لزقنا فيه فعشان كده على طول الشمام سيبتدي يقولوا ايه؟ سبحوا الله في جميع قدسين لان الله في قدسين فهمتوا او لا لا؟ لعشان كده على طول الكهن يصرخ ويقول القدسات للقدسين هتترقوا تبقوا قدسين على اخر القدس وربنا يسبح ويمجد في حياتكم بعد التناول لانه بقى كلنا جسد المسيح وشربنا دمه اتحدنا به لزقنا فيه ثبت فينا واحنا ثبتنا فيه فبقى مسبح فينا يحنى بقى لو هتنسوا اي حاجة عن التناول اياكم تنسوا يحنى ستة قولوا ورايا يحنى ايه؟ ستة ماشي عشانتوا خدام بلاش فضايح يحنى ستة على الاقل وفيه واحدة تانية هقول لكم خلاص اطول اصحاح في الكتاب يدافع فيه المسيح له كل المجد عن سر التناول وقروا كل القدسين الاوائل وتفسيراتهم محدش فيهم فهم الكلام ده الا زي ما احنا فاهمينه دلوقت يعني ايه؟ هو لو المسيح بيتكلم بشكل مجازي واضغزوا منه اليهود كان قال لهم يا جماعنا بقول كلام كده وكده يعني مجازا لكن لانه فضل ليصر يقول جسدي ودمي جسدي ودمي سابوه مش حسنا هم عقلهم تعبهم يدينا جسده يعني ايه؟ ما احنا عارفين جاي منين واخره ايه؟ قال لهم صدقوني انتوا لا عارفين انا جيت ازاي ولا فاهمين يعني ايه جسدي ولما مشوا المسيح ما غيرش كلامه فضل مصر بدأ الكلام في يحنى 6 عشان تفهموا الاصح ده ماشي ازاي يحنى حكى لنا حكاية الخمس خبزاته ودي حكوها كل التلاميذ قبل كده طب ايه الجديد؟ لا الجديد الواصلة بقى اللي عمله قال بعد كده الدنيا كلها بقت تجري وراه عشان ايه؟ عشان ياكله فقال لهم بصوا بقى بما ان انتوا عاوزين تاكلوا تعالوا اكلمكوا عن اكلة جديدة اللي ياكلها ما يعيش على الارض يعيش في السام فهمتوا الواصلة جات ازاي؟ بعد ما كلوا الخمس خبزات فقال لك سيبك بقى من الشغل احنا نمشي وراه وناكل ببلاش قال لهم لا انتوا فاهميني غلط اعملوا لا للطعام البائد يبقى اللي فات ده ايه؟ حتى اللي اكلوا المسيح خبز وسمكتين ده ده يباد طعام بائد بل للطعام الباقي ادي بداية حديثه عن التناول اسمه الطعام الايه؟ الباقي للحياة الابدية يبقى فيه اكلة تديك عمر على الارض وفيه اكلة تديك عمر ابدي الذي يعطيكم ابن الانسان دي عطيتي انا بقى دي ما ينفعش حد يعني اي اكل تاني ادوه البعض انا اديكم عيش غير يديكم عيش لكن ما حد يس يعرف يديكم الطعام الباقي الا ابن الانسان هذا هو الله هذا الله الاب قد ختمه فاليوناني دي معناها ايه؟ يعني الله الاب مقرر هذه الوجبة للبشرية الجديدة من الاول الهدية بتاعته انه مجرد ما المسيح يصلب على الصليب يصير في متناول يد البشر جسد ودم ابنه الوحيد هذا الله الاب ختمه يعني يعرفين لما مالك يختم على هدية لكل الشعب قرره عينه ان دي خطة الاب السماوي انه زمان كلوا المن والمن ماتوا برضو مش كده؟ نفس الاصحاح قعد المسيح يشرح لهم يقول لهم انتو بتقولولي خليك زي موسى وهتلينا من طب انا اقول لكم اجاب لهم من وفي الاخر ايه؟ ماتوا طب انا هيجيب لكم اهم من المن يبقى واضح انه مش مجاز لو الحكاية مجازية يبقى اقل من المن لكن ما هو اعظم من المن جسد حقيقي دم حقيقي سر حقيقي قال لهم اهلكم قالوا المن ماتوا انا هديكوا خبز اللي يكلوا يعيش للابد انا هو خبز الحياة من يقبل اليه لا يجوع من يؤمن به لا يعتش ابدا انا بعدي على الاصحاح الاصحاح ده طويل وكله على التنو فقال كان اليهود يتزمرون اذا ما نسمعه من تزمر البعض ازاي فكرة ازاي دي العقل لما يشتغل هنا يهنج اخفيتها عن الحكماء والفهماء انت لما تقول للطفل كل يسوع هياكل يسوع وهو بيقول امين تيجي لواحد عقلاني تقول له جسد المسيح يقول لك يعني ايه الكلام ده مش راضي يقبلها بعقله انا هو الخبز الذي نزل من السماء ابائكم اكلوا المن في البرية وماتوا هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الانسان ولا يموت ده هو في المقابل اللي هو اكله هو انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء ان اكل احد من هذا الخبز يحيى الى الابد لقل البعض يفتكر ان الخبز ده هينزل عليهم من السماء قال ايه بقى والخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابزله من اجل حياة العالم يبقى الجسد اللي هيتعلع على الصليب هو نفسه الجسد اللي احنا بنتناوله هو نفسه الجسد اللي قم من الموت هو نفسه الجسد اللي صعد هو نفسه الجسد اللي عن يمين الاب هو نفسه الجسد اللي خده من العدرة هو هو فاحنا بنلمسه واكتر من نلمسه كمان بنتحد به هتقوليلي كلام فوق العقل طبعا فوق العقل طبعا لكن مش معناه ان احنا ننزله ونغير في طبيعتك منه فوق العقل هو مش ضد العقل هو فوق فوق التصور لانه عطية الهي اذا كنت انت مش فهم قلبك بيشتغل ازاي خلاص يعني وقفت عند التناول يشتغل ازاي فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده لنأكل لو كان اسلوب المسيح مجازي ما كانوش اليهود قلقوا لو كان واضح من طريقة المسيح في الكلام انه بيتكلم بطريقة ايه سيمبوليك بنسميها رمزية مجازية ما كانش حد يعني عادي لكن هم اتخصموا عملوها زعلة وخناءة يعني ايه يدينا جسده واعتردوا بستنا لانه هو بيقصده فعلا فكان الرد ان لم تأكلوا جسد من الانسان وتشربوا دم وليس لكم حياة فيكم تصدقوا ما تصدقوش بس تشوفوا الحياة الابدي مرتبطة بالموضوع من يأكل جسد يشرب دمي له حياة الابدي وانا اقيمه في اليوم الاخير لان جسدي مأكل حق بصوا حتى للانجلش اللي يعرف شوية انجلش ماي فلاش اس فود انديد انديد دي في اليوناني معناها ايه حقا او بالحقيقة ودي تاني اشهر كلمة بنقولها في القداث الشمام صحفظين كل شوية نعم حقا بالحقيقة حقا بالحقيقة كده نقعد نايد ونزيد حوالين كلمة حقا بالحقيقة جسد حقيقي للاليثية دي في اليوناني يعني بجاد صدقوني دي معناها جسدي مأكل حق دي يعني الموضوع بجاد يبقى هنا المسيح بينفي تماما مجال الرمز والمجاز تاني بارجع واقول ده مش معنا ان انا هاكل لحمة لا انا باكل جسد المسيح جوهريا يعني ايه بصوا بقى للفايدة على طول انه بيثبت هو فيي وانا اثبت فيه انه الاكلة دي تدخلني السماء الاكلة دي تشيل خطيتي كلامه كتم وعده كتم فانا لو طفل عندي امام بسيط هفرح قوي بالكلام ده كما ارسلني الاب الحي وانا حي بالقاب من يأكلني ايه رأيكم في دي من يأكلني طبعا دي جننة اليهود زي ما هي غيظة ناس كتير عقلانيين لكن لو اطفال زي حالتنا احنا عيال لو اغزة يعني احنا اطفال في الحتة اللي فوق العقل نحب نبقى اطفال لانه اعلنتها للاطفال وعلى فكرة في الطقس الابطي الكاهن بعد ما يخلص الاداس يقول اشكرك ايها القاب لانك اخفيت هذي عن الحكماء واعلنتها لنا نحن الاطفال الصغار الذين لبيعتك احنا العيال بتوعك الصغيرين ادتنا سرك اكلتنا جسدك ودمك خلي اللي بره بقى عقلانيين حكماء فهماء يعودوا ويتفلسفوا انما احنا عيال جنة لمسنا المسيح وكلنا ودخل فينا ودخلنا فيه وعندنا وعد الحياة الابدي طبعا فيه مواضيع تانية كتير لكن مش وقتها رموز قديمة للتناول هذكر منها شوي لكن طبعا كتاب سر الفخارستية بتاع ضعفي لو عاوزين تقروا رموز كتير ونصوص كتيرة اكتر من كان في العهد القديم اول حكاية بتشاغر على فكرة الاكلة دي حكاية شجرة الحياة ان في الجنة كان فيه شجرتين شجرة تموت وشجرة تحية الشجرة اللي تموت اسمها الخير والشر المعرفة العقلانية خلي بالك الشجرة اسمها ايه المعرفة يبقى العقلانية الزيادة بس اراحة بتماوت اللي ماشيينوا على دماغهم زيادة مش هيعرفوا المسيح لانه هو فوق العقل هو فوق المعقول بولس نفسه اللي كان عائل جدا بيقول الآن اعرفه بعض المعرفة ايه لا انا معرفت الربنا زي طفل كطفل كنتو اتكلم وكطفل كنتو افطن لما صرت رجلا في السماء ابطلت مال الطفل اننا الآن ننظر في مرآة في لغز يعني في حاجات فوق عقلنا بس علينا نقول اميم بدل هو بيقول هي كده حاضر يا رب كالترخيرك طبعا شجرة الحياة كان ممنوع الاكل منها تاخدوا بالكوا بعض الخطيئة فهمين الفكرة عشان قدم وحاوة وقعوا في الفساد ما رجعت صغير لما المسيح فدانا يبقى كل العهد القديم يعيني محرومين من الاكلة دي عشان كده نقول في القداس انبياء وابرار ايه استاهوا مش طيلين الاكلة دي انما لها رموز كتير يعني اشعية الملاك خد جمره ومس بيها شفايفه وهكذا تاني رمز واضح زبيحة ملك صادق يوم ما احتفل ملك صادق بابون ابراهيم وملك صادق ده شبه المسيح خالص في كل حاكم بولس اللي حكى للموضوع ده احتفل بيه بزبيحة خبز وخمر ما كانش خالص في الدنيا في حاجة اسمها احتفال خبز ما فيش حاجة اسمها كده احتفال يعني نتبه دبيحة انما ملك صادق لانه رمز للمسيح عمل حفلة من نوع خاص جاب فيها اربانة وكاس الخمر وصلى اشارة الى ما سيحدث في المستقبل ان هو ده اصل ابونا ابراهيم ده ابونا احنا كمان ابو المؤمنين فلو في العهد الجديد كتير فكأنه تناول هو ما تناولش بس هي رمزا الى ما سيحدث في المستقبل اللي قال عن المن المسيح نفسه قال كما ادي التشبيه كما اكل ابائكم المن في البرية انا بقى اديكم الخبز اللي نزل من السم انما المن ما نفعهمش بسبب عدم الايمان يبقى احنا مش هتنفعنا الاسرار لو ايه لو ما قلناش امين تاني اقولها الحتة دي الناس قالت المن وهلكت بسبب عدم ايمانه احنا لو ما صدقناش وما امناش هنهلك والتناول جوه الكنيس اذا محتاجين ايمان في التقس اليهودي في ميدة خبز الوجوه الميدة اللي كان يبقى عليها الاربانات يوميا يكلوها كهنة بس في العهد القديم احنا عشان في العهد الجديد كلنا خدنا روح الله اتسوينا بكهنة العهد القديم فهمتوا المعنى احنا دلوقتي اتسوينا بمسحاء العهد القديم لاننا كلنا ممسوحين فبقينا يحقلنا ناكل من التناول ندخل على سفر الاعمال فسفر الاعمال فاعمال اتنين يقول كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشاركة وكسر الخبز والصلاوات في الترجمة الابطي ودي زاد يعني بقالها حوالي خمستاشر قرن عشان محدش يقول مع اي طيفة ولا مع اي دين ترجمة الابطي للعهد الجديد قديمة جدا ودي اللي بيتصلى بيها في ايام البصغ الترجمة الابطي تقرأها ازاي تعليم الرسل والشاركة وتوزيع جسد الرب والصلاوات انا بس بوريكم من الترجمة عشان تعرفوا ان الترجمات اللي في قدينا احيانا يبقى مقصود بيها يلغي الالفاظ اللي احنا عارفينها في الكنيسة يعني ممكن يتقال عليها في خارستية ممكن يتقال عليها التناول لكن لان اللي ترجمه عربي ما هماش مؤمنين بالاسرار فبيستخدموا الالفاظ اللي ايه تحتمل دا ودا ومن هنا بتيجي اللخبط يقول لكم مين قال ان كسر الخبز دا سير اما انتصلك ترجمت لفظة واسعة تحتمل كل حاجة لكن لو انت امين قوي للترجمة من اليوناني وعندك عقيدة الفين سنة ما كانش هيديقك ابدا انك تكتبها توزيع جسد الرب برضو في النفس النص دا يقول مسبحين الله وهما بيتناولوا ولهم نعمة لدى جميع الشعب يبقوا هما بيتناولوا بيسبحوا في النص بتاع التناول في نفس البراجراف دا وبعدين يقول لك يكسرون الخبز في البيوت عارفين ليه انا شرحتها في سفر الاعمال لانه ما يقدرش يعمل اداس في الهيكل اليهودي ليه جنبه على طول في زبيحة حيوانية ما تجتمعش ابدا زبيحة عهد قديم مع زبيحة عهد جديد ممنوع ما يبقاش حيوان بيتدبح ومسيحنا ما تبوح على المسبح لا في فصل هنا صريح فكانوا يدخلوا يصلوا المزامير في الهيكل زيهم زي اليهود انما في البيوت اللي اول كنايس يعملوا اداس ويكسروا الخبز ما يكلوش من زبيح اليهود الحيوانية يكلوا من زبيحة المسيح اللي في خارستين فيقولوا يكسرون الخبز في البيوت مسبحين الله ولهم نعمة هدي السر السر نعمة سر التناول نعمة تبان على الناس في نفس السفر في اعمال عشرين في اول الاسبوع مين يحسب اول الاسبوع تيجي ازاي يوم ايه يوم الحد لانه حسب حزبة الكتاب خلق الاول والتاني التالت الرابع وفي السابع استراح وده اخر الاسبوع يبقى الاحد هو اول الاسبوع وحتى في العربي لسه بنقولها ايه واحد يعني دي مظبوطة دي احد اتنين تلات يعني ترتيب الايام حتى في لغتنا ماشي على لغة الكتاب ان اليوم الاحد هو اليوم الاول في الاسبوع حتى في العربي بس كده احد اتنين تلاتة اربعة خميس خمسة في اول الاسبوع يبقى اجتماع الكنيسة الاساسية يوم الحد يبقى في عقيدة الحد كانت تلاميذ مجتمعين غرض الاجتماع كسر الخبز يبقى الناس بتيجي قدس الحد عشان تتناول هي دي الكنيسة من اول ابسط كنيسة زمان هي دي يجتمعوا كل الحد يسمعوا الرسل والوعظة ويتناولوا ويأكلوا لقمة مع بعض ويرجعوا يستشهدوا بعد كده كل واحد في بلده قادي الكنيسة الاولى كانوش يقدروا يجوا كذا يوم ولا اجتماعات ولا حاجات زي كده وطبعا تلاحظوا القداس كان يبتدي بالليل مش كده قاعد يوعظ بالليل وساعتها افتيخ وسوقع يعيني ومات وبعدين قلوا ما تخافوش وكسر الخبز ورجع خده صحاف عشان يربط بين الايامة والتناول لان التناول يعطى لحياة ابدية انا اقيمه في اليوم الاخير فكانهم بالتناول شافوا الايامة اصدعنيهم عشان يصقوا في قوة السر صعد وكسر خبزا واكل وهكذا خرج وكان قام من الموت فالرسائل ندخل على تحقيق سر التناول من الرسائل فكورنسوس الاولى بوليس يقول ايه لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا ابقنا جميعهم كانوا تحت السحابة بيحكي حكاية موسى وجميعهم اكتازوا في البحر عبور البحر وجميعهم اعتمدوا يبقى هنا حط لفظة المعمودية على حكاية موسى زمان قال اعتبر الشعب اللي عده في البحر ده اتعمد ليه ميا يمين ميا شمال سحابة فوق الراس تبقى ماء وروح ماشي وبالتخطيص والشطان يدفن فارعون يغرأ لكن هما يطلعوا احياء اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر وجميعهم اكلوا طعاما واحدا روحيا يقصد ايه بقى المن بالنسبة لهم ده بيحكي حكاية زمان وجميعهم شربوا شرابا روحيا واحدا اللي هو دلوقتي الروح القدس الماية بتاعت الصخرة كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم والصخرة كانت المسيح النص ده بيحكي الحياة المسيحية كلها تبتدي بالمعمودية ورا الكاهن اللي اسمه موسى تتغطس وتاخد الروح القدس تتغزى على الماء الخارج من جنب المسيح اللي هو الروح القدس تتغزى على جسده في التناول بس حاسب مع كل الاسرار دي بقيت النص يقول ايه ولكن باكثرهم لم يصر الله ليه بس كده ما كنا حلوين لأنهم لم يؤمن استهانوا بالمية واستهانوا بالمان استهانوا بالروح القدس واستهانوا بالجسد والدم ده في لغتنا احنا وهلكوا ما دخلش غير يشوع وكالب وعاشوا في الخطيئة بالطول والعرض مع ان الاسرار كانت متاحة لهم النص الجاي بقى ايه ده حفظه بقى من كتر وضوحه وتأكيده بولس في كورنسوس الاولى يقول ايه اقول كما للحكماء خلي بالكو هنا النص ليه منفعل هتلاحظوا فيه انفعال من بولس في كورنسوس الاولى حصل اللي حصل دلوقتي من الفين سن بعض الناس تشككت في ان ده جسد حقيقي فبقت فيه ناس تدخل الكنيسة ستاكل عادي ياكلوا قبلها وياكلوا بعدها وفي السكة ياكلوا الجسد والدم خلي بالكم المعنى يعني نظروا الى الجسد كأنه اكل عادي ومن هنا بولس سلخم مش سمعين ابونا بيقول وباركة مش سمعينه بيقول دم حقيقي مش انتم اتفقين ان احنا بنشترك في دمه في الكاز دي مش انتم استلمتوا الكلام ده الخبز الذي نكسره ادي كسر الخبز اليس هو اشتراك في جسد المسيح خلي بالكم وبيتكلم باسلوب ايه مش الكلام ده متفق عليه مش الكلام ده كلنا عايشينه نشوف بقية النص يقول ايه اننا نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لاننا جميعنا نشترك في الخبز الواحد طب انت محموق ليه ومتدايق ليه منفعل ليه ايه الموضوع نكمل يباني الكلام في الكورنسوس الاول 11 لاني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا هيحكي بقى هلبصوا دي بقى استلمتها من ربنا ذات بعض بيقول عبر الرسل او في رؤية الرب يسوع في الليلة التي اسلم فيها اسلم فيها يعني سلم جسده زبيح اخذ خبزا وشكر فكاسر لخامس خمرة بيعيد نص العشر رباني نفس الحكاية بيقولها زي ما كأنه كان حاضر مع انه ما كانش حاضر عصلا كده بيسموه نص ايه لتورجي يعني ايه نص لتورجي لانه كل دول بيصلوا كل يوم في القداس هاتوا كاهن فينا ما يكونش حفظ الحتة دي دي حياته احنا ورانا غيرها فعشان كده تلاحظوا كلهم بيقولوها زي بعض لانها نص لتورجي يعني في صلواتهم اليومية خلاص في قداساتهم عايشين فبولس بالرغم انه ما كانش من الاثناشر وما حضرش الحدث بس هو عايش الكلام ده اخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كله هذا هو جسدي المكسور لأكلكم اصنعوا هذا لذكري كذلك الكأس ايضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري اللي بيضيفوا بقى بولس عشان يدافع عن السر انكم كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب فاكرين القداس بيقول ايه هنا امين 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 بموتك يا رب نبشر دي طالعة من الكلمة دي الى ان يجي اهم حتة بعوزة وصلة اذا اي من اكل هذا الخبز رجع مرة يقول خبز ومرة يقول جسد مين شاطر يقول لي ليه ظاهريا خبز وجوهريا واضحة فعشان كده ساعات يقولها خبز وساعات يقولها جسد عشان محدث يفتكر ان الجسد هنأكل لحمة اذا اي من اكل هذا الخبز او شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودم يعني ايه بدون استحقاق اشرح لنا نكمل ولكن ليمتحن الانسان نفسه هكذا يأكل من الخبز واشرب من الكأس اشرح يا بوليس يعني ايه بدون استحقاق لان الذي يأكل واشرب بدون استحقاق ما انت قلتها دي بتعدها تاني ليه هيضيف حتة مهمة يأكل واشرب دينونة لنفسه ليه ده كله غير مميز جسد الرب دي الكلمة اللي عز وصلها اصله الجاهل ده ما كانشو اخد باله ان ده ايه جسد حقيقي فهمتم معناها يبقى مين الغير مستحق للتناول اللي جاي يتناول وفكرها اكل عادية هدي المقصود بغاعدة من الاستحقاق ياخد دينونة لنفسه ويبقى مجرم في حق المسيح واضحة شوفوا اندفاع بقبولس وانفعاله تحسوا انه ايه ثائر جدا من اجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقضون يا اخ فيه ناس بتموت ايوة فيه ناس بتعيا ايوة بيتعقبوا بيتأدبوا طبعا لانهم استهانوا بالجسد والدم يبقى ده تعليم كتابي ولا اللي فناه مجرد ابوولس اللي احنا بنقراه كل يوم بيدافع باستماتة عن حقيقة الجسد وحقيقة الدم وكرامة جسد ودم المسيح ويقول ده اللي استلمناه ده اللي عايشين بيه وده اللي الكنيسة كلها مسلمة بيه يبقى عدو الخير هو اللي لخبط دماغ الناس ولغى حكاية الحقيقي اصبحت الناس غير مميزة فبالتالي راحت اعظم عطيف ادهى المسيح للبشرين العطية اللي جي من السماء يدهى لنا جسده ودمه ابطل الشطاب مفعولها بتعاليم خاطئة عشان كده احنا بنصلي لإخواتنا الذين لا يؤمنون بالإفخارستي لأنه هم خسروا أكبر عطية في حياته احنا بنحبوهم وبنصليلهم لكن ما ينفعش انه نتنازل عن أغلى ما نملكه انه جسده ودمه حقيق دابونا بقى عشان الحتة دي ظهرت في القرون الأولى انضف القدس تعبير غريب شوي اؤمن واعترف الله ايه اللي دخل النفس الأخير هنا معناها ايه دناموت فيها دي بقى يعني ايه اللي دي محدش يقرب من دي اؤمن 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 واعترف إلى النفس الأخيري أن هذا هو الجسد المحي بعينه المحي يعني اللي بيدي حقيقة دي الذي اخذوه ابنك الوحيد من سيداتنا وملكتنا كلنا وجعلوا واحد مع لهوته وهو ده اللي اتصلب في عهد بلاطس البنطي ويعطى عنا خلاصا وغفرانا وحياة أبدية اؤمن 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 هو لو كان مجاز كأننا هنقعد نهاتي ده كله ونعترف للنفس الأخير ونطلع مجرمين في حاجة مجازية واضحة جدا الحكاية عشان كده يقول لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا يعني خلينا نحكم ده احنا عندنا حاجة كبيرة قوي يصح الواحد وهو داخل يراجع نفسه مئة مرة وهو بيقرب من الجسد احنا عملين نقول يا بختوك يا رسل شفتوا المسيح ده انت مش بتشوفه ده انت بتلمسه وتاكله يا بختوك يا رسل ليه وانت بختك مليون مر ده الانبياء بيقولوا لكل شعب الكنيسة يبختوكم اشتهوا ما نحن نرى وما نحن نسمع فطوبة لعيونكم وطوبة لأزانكم يبقى واضح قوي في كورونسوس احفظوا بقى قولنا يحنى ستة كورونسوس الاولى 11 قولوا معاي يحنى ستة كورونسوس الاولى كمان مر يحنى ستة وكورونسوس نصين لو قريتهم لوحدك بأمانة بأي لغة لازم لازم تقول عاوزة تناول يعني انا احكي لكم حكاية واحد غير مسيحي دخل الاول شهود يهو وده انا اعرفه شخصيا اقنعوا بحكاية شهود يهو وبعدين ابتدى يقرى الانجيل ويدرس وجاء عندي يحنى ستة وكان يعرف كذا لخ اراها عربي وانجليزي ويوناني وعبري فبكل اللغات بتقول ان في حاجة بتتاكل فراحل بتعشيه شهود يهو قال لهم عاوز ده قالوا له ايه ده فتح لهم الصفح فين الجسد مخبيين وفين عاوز ده لازم اكلوه المسيح بيقول في حاجة تتاكل وتتشرب تدي حقابة دي يقولوا يمين يقولوا الشمال قال لهم بصوا وتتحكوش علي انا فاهم كويس ودرس كويس قالوا له تبقى شيخ في الشهود يهو اتعرض عليه بقى واحد من الرويسة بمرتب كبير قالوا ما انا مش هتنازل عن ده ده بيدي حياة ابادية وغفران خطاية وطرك الكلام ده وسافر برا وقاعد يدرس وبقى ورثودوكسي وبقى مكرس بعد كذا لانه اكتشف ان هي دي الحقيقة اللي احنا في ادينا عايشين بيها ببساطة الاطفال ومش واخدين بالنا من العز اللي عندين والناس بتزقوا بعضه يدخل على التنامي نكمل في رسالة اخرى اذا ان كنتم قد قمتم مع المسيح عن اركال العالم فلماذا كأنكم عايشون في العالم تفرض عليكم فرائد لا تمس ولا تزق ولا تجس التي هي جميعها للفناء في الاستعمال حسب وصايا والتعاليم من الناس التي لها حكاية حكمة القصة دي مقصود بالنص ده ايه تعبير قاله بولز كل حاجة برا الكلام ده ليس بقيمة ما من جهة اجباع البشرية حط صيامات قد كده حط بقى ايه ثبت وحرص وحرفيات وفرائد واختسالات ما يشبعش الكلام ده ما يشبعش البشرية اللي يشبع البشرية المسيح نفسه جسده دمه روحه روحه اللي بناخدها في الاسرار نمتلق بالروح فحسبه لنغرق فيه ممارسات كثيرة دون ان نشبع بالمسيح المسيح هو المجبع المجبع بكل الطرق كلامه مجبع روحه مجبعة في الصلاة التوبة مجبعة خدمته مجبعة وصيته مجبعة واغلى شيء جسده دمه مجبعة برضو شوفوا النص ده في عبرانين يسوع المسيح هو وهو أمس واليوم وإلى الأبد لا تساق بتعاليم متنوعة وغريبة يعني في تعاليم من وقتها في تعاليم طلخبط حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها يعني القلب بيزبع بالنعمة مش بشوية أكل والشرب والنعمة هنا ممكن يبقى سر التناوم لنا مسبح أول ما قال النعمة قال إيه؟ ما عندكم المسبح بوليس بيقول في مسبح إحنا ما نعرفش كنيسة من غير مسبح لأنه بوليس بيقول كده وبدل في مسبح يبقى في زبيحة طب إحنا هنحط حيوانات من بطلط فصحنا المسيح زبيحة لأجلنا يبقى على المسبح مسيحنا المسبوح ولا سلطان للذين يخدمون المسكن اللي لسه عايشين يهود بيخدموا المسكن اللي هو خيمة الاجتماع اللي هو الهيكل أن يأكلوا من مسبحنا يبقى عندنا مسبح بيتاكل منه مش كده؟ لنا مسبح وملهمش حل اللي لسه بيدخلوا الهيكل اليهودي يأكلوا من الحيوان المسبوح أن يتقدموا فيأكلوا من مسبحنا يبقى الكنيسة بتتناول ولا لا يبقى بنتناول وعندنا مسبحنا الخاص بينا اللي بناكل منه جسد ودم ربنا ونمنع أي يهودي أو أي غير مؤمن بالمسيح المسبوح أن يقترب من المسبح يبقى واضحة في إبرانين أنه طقس الكنيسة موجود وأنه زبيحة الإفخار ستيه موجودة طبعا في معاني أخرى تلاقوها في الرؤية نذكر منها آخر مص بس يقول في السماء شاف منظر جميل قوي في وسط السوق على النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة فاكرين شجرة الحياة الشجرة دي بقى إيه تعطي كل شهر ثمرها ثمرة الشجرة حباية الحنطة اللي هي المسيح اللي بيعمل خبز الحياة فورق الشجرة لشفاء الأمم يعني إيه ما هي شجرة الحياة اللي طالع منها خبز الحياة اللي هو على المسبح دلوقتي الخبز النازل من السماء شغلته إيه ده بقى يشفي الأمم نحن نتشرف أن نكون أمم بالمناسبة إحنا مش يعود والأمم كان محكم عليهم بالهلاك ما يعرفوش المسيح لكن بنخف بالإفخارستية بنشفة إحنا جايين كلنا عينين جايين كلنا هفتنين تعبنين ضعفنين الخطيئة غلبانة والخوف غلبنا ومليانين العبر بس إحنا جايين إيه يحقلنا النهاردة بالمعمودية اللي خدناها أن نأكل من هذه الزبيح من شجرة الحياة فنشفة من كل الخوف والقلق والخطيئة والشهوة وكل ده عشان كده أنا باستغرب أن خادم فيكو يقعد أسبوع ما يتناولش أسبوع تقعد ما تتناولش ما تاخدش الدواء الدواء الروحي بتاعك طب منكو يعني نص الناس اللي موجودين بياخدوا أدوية زي حالات أنت لو فتعة لك يوم ما تاخدش دواء بتبقى حالتك خطر تععد أسبوع كامل ما تتناولش بقى المسيح يدينا يعمل ده كله عشان يدينا جسده ودمه وإحنا عادين في بيوتنا سايبينه على المزبح فين إيمان الأطفال اللي يخليك تيجي أول واحد مشتاء وهفتان وبتقول له يا رب مش عاوز غير كده أعطيني جسدك ودمك تعارفين عندنا لحن قبط جميل قوي يتقال وقت التناول لحن بي اويك خبز الحياة النازل من السماء الواهب الحياة للعالم لحن ممتع لما يتقاله كده بحس حلو من الشمامسة تحسوا إن إحنا في السماء بي اويك ده يعني إحنا فرحانين قوي إن إحنا بناكل خبز الحياة اللي جالنا من السماء يدينا حياة أبادية يبقى الكنيسة بتغني المعنى وهي بتتناول من فرحتها باللي بيحصل لو إحنا عايشين كده كل الناس تيجي تقول لنا عاوزين من ده نقدر نقول للناس تعالوا زوقوا وانظروا ما قطيب الرب لإلهنا كلما كذكره